السلام عليكم يا أبطال مورا إيكاردي مهاجم باريس سن جرمان إلى تركيا وإصابة حكومة كرة القدم الكريم بنزما وكليانا مبابي وحديث الصحفي لنيويورك تايمز عن انتقاله إلى ريال مدريد والمشاعر وما إلى ذلك وأكيد سنعمل جولة عن أبرز مباريات اليوم بدور أبطال أوروبا أم البطولات كيف كوني يا أحباب الروح صلوا على رسول الله وأهلا وسهلا فيكم معنا رسيم والحصاد اليومي واللي منعمل فيه جولة صحفية عن أبرز مخطط الصحف العالمية وأبرز الأهداف الرياضية متما تعودنا بآخر 24 ساعة وأيضا المباريات القادمة فاصل سريع جدا ونبدأ بالتفاصيل قبل ما أبدأ طالب المتعدة أن أوصل هذا الفيديو لـ 5 ألاف لايك أحباء الكرام وأكيد أنتوا كفوا وكفوا نوصل لهذا العدد من اللايكات بإذن الله بأقرب وقت ممكن بدنا نصير كذلك الفيديوهات ووصلتها لـ 5 ألاف لايك وأكيد منا الصعب عليكم نهائيا بإذن الله خلينا نبدأ بالتفاصيل بدون أي إطالة ونبدأ مع مورو إيكاردي واللي بأكد البريحة فابريزو رومانو ساحة في سكاي سبورت بأن مورو إيكاردي قريب من الانتقال إلى نادي غلطة سراي التركي وبأكد بأنه على استعداد الإكمال لانتقاله إلى هذا النادي من المقرر إتماموا الصفقة يعارى من باريسن جرمان إلى نادي غلطة سراي خلال الأيام القادلة القادمة وتتم ملاقاشة التفاصيل النهائية في هذا الوقت ومن المتوقع أن يخضع للفحص الطبي في تركيا طبعا انتقال مورو إيكاردي من باريسن جرمان أحباء الكرام كان متوقع بكل أكيد بعد قدوم ميسي وامبابا ونيمار وهي الثلاثية اللي تقريبا عام للزخم رهيب جدا وأكيد مورو إيكاردي ما راح يكون له دور نهائيا بهي التشكيل و باريسن جرمان عم يحاول يغير عقليته شوي شوي وبالتدرج وأكيد راح يتخلص من اللعبين الفائضين عن الحاجة ومورو إيكاردي هو واحد من هنا وبما أنه نحكي عن باريسن جرمان شو رأيكم نحكي عن كيليان مبابا اللي الحمد لله من زمان ما عن طلعت أخباره وتخلصنا منه لكن يبدو بأنه رجع للواجهة بقوة بعد لقاء صحفي البرحة مع صحيفة فيت نيويورك تايمز الأمريكية الشهيرة جدا وتحدث طبعا عن موضوع تجديد عقده مع باريسن جرمان موضوع ريال مدريد وما شابه طبعا راح اختصر لأنه أكيد كل الكلام قرأتوا بالصفحات على فيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي بكل تأكيد بل ربما يكون هناك ناس سبقتني وتكلمت عن هذا الموضوع لكن مثل ما بنعرف الرئيس الفرنسي ماكرون هو اللي تكلم شخصيا مع كيليان مبابا وأقنعه بالبقاء في حديقة الأمراء طبعا عدا عن العروض المالية اللي ما حدا بيعرف تفاصيلها المؤكدة بدي أنا لحد الآن أحباء الكرام طبعا كيليان مبابا كشف انه فعلا تكلم معه ماكرون وقال الباريحة لم أكن أتخيل أبدا أنني سأتحدث مع الرئيس من أجل مستقبلي وعن مستقبل مسيرتي المهنية لذلك بحق كان الأمر جنونيا قال لي أريدك أن تبقى لا أريدك حقا أن تذهب الآن إنك مهم جدا للبلاد بعدين بتابع أنه عندما يخبرك رئيس البلاد بذلك أو يطلب منك ذلك فهو أمر عظيم جدا أو هذا أمر مهم بعدين بتجي الصحيفة الأمريكية نيويورك بتصير تحل الكلام وبتقول بأنه يبدو بأنه مسألة انتقال مبابا إلى ريال مدريد على المدى المتوسط والبعيد لا تزال ممكنة بلوة واردة بقوة جدا وأن تواجد كليان مبابا هو أمر مؤقت فقط لا أكثر والأقل إنه ماكرون أخبره أنه أبقى حاليا وبعدين بترحل وهذا الشيء أيضا اللي بلمحنا مبابا لما بيقول إنه ماكرون أخبره لديك متسع من الوقت يمكنك البقاء هنا لفترة أطول في بارسان جرمان بيقصب إنه لسا أدامك العمر وفيه تنتقل بعد سنة أو سنتين إلى أي نادي مو فقط إلى نادي ريال مدريد هلأ طبعا فيه كلام كثير بعدين بيسألوا هل أنت فعلا تدخل بالنادي وبالدير النادي وما إلى ذلك فبيقول لا هذا ليس عملي وأنا لست جيدا نهائيا في هذا الأمر بل أنا جيدا جدا على أرضية الملعب هلأ رأي بكل اختصار أنه يعني الله لا يقدر وترجع تفوض تفوش أخبار كليان مبابا ما نحابب أرجع خوض أكتر بموضوع الأخبار اللي بالطعمي عدم المؤاخزة خلينا نظل مركزين أكتر على أخبار المباريات وتحليل المباريات لكن لازلت أنا متأقن بأن بارس سن جرمان فعلا أقنع مبابا أنه يبقى لفترة معينة سنة أو سنتين وبعدين بيخرج وأنا متأكد أنه أي نادي بالعالم سيتمنى يضمه بغض النظر عن موقفنا منه وأنني مزعوج منه أو كذا بغض النظر لكن بالنهاي أي نادي أكيد يقبل يضم كليان مبابا بهذاك الوقت وإذا منلف ملف كليان مبابا ومنظل مع اللعب فرنسي آخر ولكن عن حاكم كرة القدم الحكومة كريم بنزما مثل ما بنعرف البارحة مدقيقة 30 بمباراة ريال مدريد أمام سلتك الإسكتلندي بدور أبطال أوروبا والذي انتصر فيها حامل اللقب بثلاثية نظيفة انصاب كريم بنزما وخرج من الملعب طبعا من البداية كانت واضحة أصلا أنه أموره مطيبة حتى من قبل عدف مبارياتها حداك عن هذه الإصابة أنا بأقصد هو أصلا واضح أنه مانو بمستوى مانو بالمود لحد الآن كريم بنزما ودائما يعني ربما يكون عامل نفسي والعامل النفسي دائما بأثر على المردود البدني دائما طبعا خرجت كثير من التقارير بتقول بأنه إصابة كريم بنزما مقلقة وما إلى ذلك مقلقة عفوا لكن كان رأي شريطي بعد المباراة صرح وقال بتصريحات تقليطة صحيفة ماركا الإصابة لا تبدو مقلقة لكن علينا انتظار الفحوصات التي سوف تجرى غدا يعني اليوم أحباء الكرام لم يظهر الفحص الأولي وجود أي شيء خطير لكن علينا أن ننتظر الغد طبعا هون شو تعليقه عن الموضوع أحباء الكرام بكل اختصار أنا ما نجايب لكم تفاصيل عن إصابة بنزما لكن جاي بس لحتى خبركم عن نقطة مهمة جدا هيستنتجتها طبعا وربما الكثير منكم يعرفها بحسب عملي خمسة سنين بالنقل الصحفي وما إلى ذلك بكل بساطة أي إصابة لأي نجم نجم أنا بقصد نجم سوبر بيكون دائما ولو كان نجرح أطفره وضفره وضفر أصباته فورا أول خبر بيطلع إصابة مقلقة لللاعب الفلاني لماذا؟ الموضوع فقط حتى يطلع اسم اللاعب ترند وتدخلوا كثير تشوفوا الفيديوهات وتسمعوا الأخبار وكذا حتى تستفيد الصحف والصحفيين من هذا الموضوع لا أكثر ولا أقل بعد 24 ساعة بيقولوا مفاجآتهم صار لجمهوري ريال مادريد أو لجمهوري كذا أنه إصابته ما كانت خطيرة نهائيا والأمور طيبة وما إلى ذلك طبعا بعد ما ينزلوا 700 خبر أنه إصابته هو حاليا عم يموته عامل هيكلة وعم يموت حاليا نعرفت شلون؟ هذا طبعا النهج صحفي لا يمكن تغييره نهائيا بكل الأحوال بالشفاء العجلة كريم بنزمة وإن شاء الله تعالى ما تكون إصابته خطيرة لكن بالنهاية أكيد غيابه بيكون مؤثر ولو أنه إذا هزار عوض شيء كبير جدا مبارح لريال مادريد بخط الهجوم سجل وصنع أيضا وما أصر حرفيا وانتصر ريال مادريد وخرج أهم شيء بالنقاط الثلاث على سيرة النقاط الثلاث تعالوا نحكي عن المباريات ليس الثلاث الكتير اللي رح تلعب اليوم بدوري أبطال أوروبا مثل ما تعودنا بيكون عندنا جزئين من المباريات الجزء الأول بيلعب الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والجزء الثاني بيلعب الساعة العاشرة مساء أيضا بتوقيت مكة المكرمة خلينا نبدأ بداية طبعا مرور سريع كما هو معتاد ونتكلم أول شيء عن المباريات الساعة الثامنة أيكس أمستردام بواجه رينجرز الإسكوتلندي مباراة رح تكون برتم سريع جدا رينجرز فريق شرس وقدم مردود طيب جدا سواء محليا السنة الماضية وحتى السنة الحالية وأيضا أوروبيا قدم أداء طيب بل وممتاز جدا أيكس أمستردام لا يمر بأفضل أحواله ولازم يحاول يخرج بأفضل وجه ممكن أمام رينجرز الإسكوتلندي حتى ما يعقد الأمور عليه بهذا الدور خروجك مباشرة من الحسابات في ذات الوقت إنترخت فرانكفورت بواجه سبورت إنجليش بونا إنترخت فريق جيد جدا بورتو أو سبورت إنجليش بونا مثل بقية الفرق البرتغالية متمرس حاليا بدور أبطال أوروبا مباراة أيضا ستكون ممتعة ولكن لا أعتقد أن الناس سترى أو لا وعندما تخلص هذه المباريات الساعة العاشرة مساءًا ستبدأ مباريات الجولة الثانية أو بالأحرار القسم الثاني يعني أتليكو مدريدي بستضيف بورتو البرتغالي مباراة ستكون حرفيا مأتل بكل ما تعنيه الكلمة وهذه المباراة لا سأتحدث عنها ولا سأتحدث عنها حتى بالتحليل اللهم سأذكر أن تجدها فقط لا أكثر ولا أقل أيضا بنفس الوقت نابول الإيطالي سيواجه ليفر بول بوحدة من قمم إذا لم تكن قمة المباريات طبعا بجانب مباراة الإنتر والبايرن نابولي وليفر بول الفريقين يسعوا مباشرة لأثبات نفسهم ليفر بول متخبط بشكل كبير جدا بالفترة الأخيرة بينما منابولي يقدم مستوى ممتاز جدا محليا ويسعى لإثبات هذا التفوق أيضا أوربيا لكن بواجه كتيبة يورجينو كلوب هل يحسن يورجينو كلوب يلملم أموره ويلملم أوراقه ويحقق نتيجة طيبة أمام كتيبة مارادونا أم لا؟ هذا الشيء يشوفه اليوم مساءا بذات الوقت كلوب روجت بواجه باير ليفر كوزن برشلونا بيستضيف فيكتوريا بلزن ألي تشيكي وطبعا برشلونا هم في نقطة مهمة جدا برشلونا لازم ينتصر ولا شيء غير الانتصار بل والحسم مبكرا لازم ما تدخل بأي تعقيدات نهائيا أنت وضع غير وضع ريال مدريد لمجموعة سهلة بالمتناول يعني لو كان خسران مبارح هو سيتصدر بالنهاية لأن المجموعة كلها بالمتناول أما أنت ما عنده غير هذا النادي سهل والمباراة على أرضك لازم تحسن مبكرا مداورة ما في أبدا هذه هي وجهة نظري أنا مهما كان الفريق ضعيف لازم تحسن بشكل مبكر وبنتيجة كاسحة وبعدين تبدأ بالتغيرات لأنه أي تعثر يعني تعقد الأمور والمأمورية والعودة بدور المجموعات اللي دائما معروف سريع وصعب الاستدراك فيه بشكل كبير جدا بذات الوقت أني رجزوري انتر ميلان أيضا بواجه باير مينشن طبعا هنا الفريقين الثانيين بذات المجموعة أيضا باير مينخ يحاول فورا أن يعتلي صدارة المجموعة بشكل مبكر الانتر بده يحاول يخطف نتيجة طيبة تسهل أموره بالمستقبل كونه غالبا ربما حيواجه بالمباراة الثانية أعتقد أنه فيكتوريا بلزن أتوقع فحتى أنه يحاول يزبط أموره قدر الإمكان مباراة رح تكون حرفيا هي القمة الثانية بهاي السهرة بكل ما تعنيه الكلمة وربما أكون أكثر شيء المباراة مركز عليها بشكل كبير في ختام المباريات رح يكون معنا توتنها موتسبر وأولمبيك مارسيليا واحد من أشرس المباريات بكل ما تعنيه الكلمة أنتونيو كونتي تقريبا توتنهام عم يقدم كرة قدم شرسة بكل ما تعنيه الكلمة معه مثل ما شفنا من لما استلم بالموسم الماضي بينما أولمبيك مارسيليا عم يقدم أداء ممتاز وطيب جدا بالدور المحلي ومتصدر بجانب بارسين جرمان قمة لا تقبل القسمة على اثنين نهائيا رح نشوف مين بينتصر بهي المباراة فحطوا لي يا راكم أحباء الكرام بخانة التعليقات شوفكم على خير بعد هاي المباراة جميعها مو بتحليلها بمرور السريع عليها بإذن الله تعالى ناطر تعليقاتكم ولايكاتكم أحباء الكرام وصلنا هذا الفيديو لـ 5000 لايك شوفكم على خير وألف سلام اشتركوا في القناة